سلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمود احمد مثال اللي فايات شفنا من مجرد لعبة بسيطة وشفنا حاجات فيها وكده بسنده ان شاء الله ونتعلم برضو حاجة كويسة هنعمل مشروع بيجمع يعني بياخد مني عدد من الارقام بيجمعهم وبيجيب بتاعهم اي ان كان العدد ده كم يعني اي ان كان هاخد ترقمين تلاتة خمسة سبعة اي ان كان الارقام بتاعتي تمام؟ في طرق كتير اوي انك تعمل المشاريع خليك فاكر كده انا كل مشروع انا بعمله فيبقى في طرق كتير اوي ان انت تعمل المشاريع دي تمام؟ هنا المسال محضول على طول فعشان كده مش هنشوفه هندخل على الكوب بتاعنا هنكرية ملف جديد هنصيفه 29 هنبدأ نكرية اللعبة باختصار اوي اللعبة كل فكرة بتطبع لك اول حاجة وخلص رسالة بتقول لك ايه؟ تقول لك لو سمحت اللعبة بتاعتي دي هتعمل 1 2 3 خليك دايما لما تجي تعمل العيب على الشيل العاب باستقيطة او لما تجي تعمل حاجة على التجيوء او يحاول دايما تعرف اليوزر انت هتعمليه normally in this this game will take several يعني هتاخب منك شوية ارقام several numbers and print the average average of them يعني هتاخب منك شوية ارقام واطبع لك اليه المتواصف يا حلوة انا دلوقتي اتعمل اتعمل اللعبة بتشتر باسم يعني ايجادم انت انت عايزت معكم رقم فوالله اتدخل الرقم الا past يدخل الرقم الا past والان مبنوهم انتدخل كامرا اتطبع لليوزر انت اتدخل كامرا فدول اسميهم count اقول له ايه؟ اقول له input و اقول له how many how many numbers numbers would you like to sum يعني انت كم الرقم اللي انت هتعمل لهم تمام تمام بعد كده ننفذ مش ايه حاجة خالص طبع لك و قال لك والله انت كم الرقم اللي انت هتعملهم تصمم تقول له مثلا 12 مفيش ايه حاجة اول ملاحظة خليك بقى تشغل دماغي ايه؟ اللي جالي ده مش رقم قلنا دايما ال input بترجع ب string فلازم ده احوله ال integer طي ادى ال int كده عملت كده عملت كست اهو حولت دول int حيل واوي طي دلوقتي ايه؟ انا دلوقتي بكل الرجل دلوقتي قال له والله انا عاوز اطبع خمس ارقام فكل مرة هراح اخد الرقم بتاعه وراح اجمعه صح؟ ايوا اراح اخد الرقم بتاعه وراح اجمعه طب الفكرة الوقت في ايه؟ فكرة لو ايت عاوز اعمل لوب يراح له كل رقم الروزر اعطوني واجمعه صح؟ صح طب اللوب ده مش هيلف عدد لفات معينة اهو؟ عشان مثلا انا قلتوله خمس ارقام فهو يلف خمس لفات قلتوله ست ارقام فهيلف ست لفات وهكذا طب ما اعمل الكونت بتاعي اللو هو الإه؟ اللفه الحالية اللي انا بلفها يعني انا دلوقتي بعد بجمع الرقم من هو الاولاني ولا التاني ولا التالت ولا الرابع ولا ايه؟ الكونت هتساوي كام؟ هيساوي صفر الان حد الآن ما جمعتش ايه حاجة حلو حلو اعمل هي دلوقتي اقول له while طول طول ما الكونت بتاعي طول ما الكونت بتاعي اقل من الايه? الـ count طول ما هو اقل من هعمل ايه? عقول له مثلا print الـ current مثلا هقول لك ايه? current اه تعال بس نمشي برحاتنا فيه current count و هقول له انه والله زودلي على current مكتبه صح count loss yourself واحد تعالي أقول لك حاجة دي بات شين تفهم تعال كده نرن هقول له والله انت عاوز تجمع كم رقم فهذا انا عاوز اطبع خمس ارقام فطبع لي زوروا واحد اثنين ثلاثة اربع اللهم مجموعهم برضو خمس لفات يبقى انا اعم اهم حاجة لفان اللفة فبقى انا دلوقتي هاخد من هنا من الـ user عدد اللفات اللي انا هلفها اللي انا هاجمع كم رقم خمسة يبقى انا هلفة خمس لفات ورحت عملت متغير بتاع كمت بصفر اللي هو بيحسب لي اللفة اللي انا وقفها حالي كل لفة اليوزر هيبدأ يلفها هبدأ ااخد منه الرقم وروح اجمعه صح ؟ طيب انا دلوقتي كل الاف اليوزر بيحسب ليه رح اخد منه الرقم وروح اجمعه صح ؟ طيب اقام ايه لنا هؤهان انا دلوقتي راح الف هؤهان طب ما تيجي نحط قصة الصم بتاعهم مجموعهم بصفر لان دلوقتي خلاص انا كل مرة هرح الف هيبقى مجموعهم بصفر عايز اخد بقى كم من اليوزر اقام 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 ايه الـ number واقام اقام اقام انا على طول وداخلها input مرة واحدة مدى ما احنا تعلمناها خلاص ومقول له انتر انتر لنمر لو سمحت ادخل الرقم عشان يدخلي الرقم اللي انا عاوز ان اطبعه حلو كده تمام الرقم ده اصلا فيه مشكلة دلوقتي افرد دلوقتي الرقم اللي ادخله ده مش انتجر يعني ادخل رقم في لوت ازاي افرد ده ادخل اثنين وثلاثة من عشر وعاد وعاوز اكمعه يبقى الحل يبقى انت انا ما تجي تعمل قصت ما تعملش قصت الانت اعمل قصت الفلوت يبقى انت كده الرقم اللي يجي لك سواء كان هو انتجر او فلوت انت كده تتعامل معك كويس تمام تمام عاز بروح ادمعه الاول خالص يعني انا جبت الرقم من هنا عاز رح ادمعه او ميل ايه او ميل الصم اللي فوق بتاعتي زائد بتساوي النمبر بتاعتي يبقى انا اروح ازود والرقم اللي انا جبته ده عالصم وارح ازود اللفة بتاعتي بلفة طب وبعدين تعالى كده نخرج خلص نهون ميلين برند الصم بعد ما يخلص فالص يتبعه للصم طب ما تيجي الرن هنشوفه ها اقول لك انا عاوز تجمع كم رقم اقول له مثلا تلت ارقام ماشي اقول لك دخل الرقم تقول له مثلا واحد خلي رقم اتنين خلي رقم تلاتة طبعلك مجموعهم كام ستة اللي هو تلاتة واثنين واحد طبع لو انت تلاحظ طبعلك ستة وجنبها زيرو ستة بينتصف ليه لان هي فلوت والكومة دي فلوت مش انتجر دلوقتي لا طب انا عاوز اعرفت على كده انبع برند الضيب افصم عشان اشوف تبيعي ليه فلوت عشان انت فقد محاولهم لفلوت وضيفهم كلهم فلوت تجمع كم رقم اقول له تلاتة واحد اتنين تلاتة تقول لك لاص فلوت ليه عشان انت اجمعهم فلوت فالشيء طبيعي هي تكون عندك كموتة بايه بفلوت طيب تيجي هنا انا معاش محتاج اللي هي بتاعها دي انا عاوز اناعمل هنا كومنت على البرند التابة في سوم كده تمام واتعالا نعمل ايه نعمل دي كده يبقى في مسافة تمام تمام انا بقى عاوز اجيب بتاعهم يعني عاوز اقول له والله المجموعهم بيساوي كذا تعالا نقول له هنا سوم بيساوي اللي هو السوم طب عاوز تجيب الافريج عاوز بها تطبع الافريج بتاعهم او ما عامل ايه وما نبرند او ما عامل ايه عاوز اجيب الافريج بتاعهم الافريج بتاعهم اللي يقول له مجموعهم على عدد فهم ايه للسوم بس السوم بتاع ايه مجموع الايه يعني دلوقتي انت دلوقتي هتحط تقسم ايه على الكونت مشان اجيب متغير سوم فوقه فوق كله الكون بتاعتي اه طب ما نقسمه سوم على الكونت بتاعي اللي هو الكونت اللي هو عددهم اللي هو انا اصن اللي هو انا اخده فوق طيب وامقافل للقوز بتاعي حلو؟ تعال كده انجرج قولك دخل الرقم انت هتدخل كام رقم فقول له مثلا تلاتة قوله دخل اول رقم قوله واحد تاني رقم اتنين تلت رقم تلاتة فقال له والله مجموع الرقم اللي عندك ده ستة والافريج بتاعهم يقسم ستة على عددهم اللي هو التلاتة يبقى باتنين بدنا كده تمام معي حلو؟ طيب تعال نراجع المسال اول حاجة خلاص سابعتلون اللعبة دي تاخد مني شوية ارقام وهتطبع الافريج بتاعهم تمام؟ بعد كده خط كوموم اليوزر فيها عدد اللفات اللي انا في عدد الارقام اللي انا عاوز اجمعهم تمام؟ ورحتم الكاريت دي متغيرين واحد فيهم هيبقى في مجموع اللفة اللي انا بلفة هروح هلف بعدد الايه الارقام اللي كان لو انا عاوز اطبع خمس ارقام اللفات فكل اللفة هطلب ايه؟ الرقم بتاعي وبعد كده رح ازود كومة الرقم ده على الصم اللي فوق وبعد كده ايه ازود اللفة بتاعتي واحد عشان اعرف ان اواف اللفة ايه؟ وبعد كده رح اجيب المجموع وراح اجيب الايه؟ الافريج بتاعهم اللي هو مجموعهم على عددهم تمام؟ تمام؟ تعال نشوف البوربونت هو محلول هنا بطريقة شبهة شبهة دي بس الفكر هنا انا مش عامل متغير اسمه صم انا هنا اصلا مش جايب مجموعهم انا جايب الافريج هنا على طول تمام؟ يعني هو انا هيجيب الافريج بتاعهم مش هيجيب المجموع تمام؟ تعرف انت ايه؟ تجربة مع نفسك لو انت عادت تجيب الافريج تمام؟ قبل وانت قلت لليلتال بقى للمشروع الجاي لما انت لاحظت الفيديو اللي فات انا قلت ان احنا هنشرح المشروع ده عن طريق يعني هي انا فونكشن والفونكشن دي بتاخد مني اي عدد من البرامتر زو تروح هي تجمعهم طب ليه انا ما شرحتوش؟ وليه شرحتو بالطريقة دي؟ اقول لك لو انت لاحظت هم الاثمين قريبين من بعد اوه احنا كنا برضو في الفونكشن بناخد بنحط المتغيرات اللي عندي في تيوبل او في لست وبعد كده بروح الوب عليهم زي ما انا بلوب هنا وروح اجمعهم طب ما تعملها اقول لك لا ده تسكى عليك بقى انا اصلا شرحتها وانا بشرح الفونكشن فالو انت حاول انك تعملها وشوفها توصل ليه حاول انك تقربة كده مع نفسك وشوفها طب لو انت ما رفش تعملها ارجع للدارس بتاع الفونكشن ارجع وانت ستلاقينا اصلا شرحتها يبانا اي كده شرحتها لك بالطريقة دي بس اخد بالك اوعى ترجع دي ربية تروح تسمعها لطول لأ حاول فيها وجرب الاول قبل ما تروح تشوفها لو وافق قدامك مشاكل شوفها تمام؟ عشان انا عاوزك تكتوب كده بيدك كده كتير عشان بدينا تصبط معاك تمام؟ ودت جان شواء الله نشوفه من التبليكيشن تابل اللي هو انا عاوز اعمل كود بيطبع جدول الدارب بعشكال كتير كده تمام؟ كان معاكم محمود احمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر شكرا